موسيقى يعد متحف الكتاب المدرسي بموقعه المميز في مدينة الصلط وتحديدا في مدرسة الصلط الثانوية للبنين معرضا تربويا يحكي قصة تاريخ الأردن وثقافته وهو الأول من نوعه في المملكة والوطن العربي موسيقى هذا المتحف هو عبارة عن معرض تربوي يحوي بين جنباته مجموعة من الكتب المدرسية المنهجية الدراسية التي درست في هذا الوطن وفي الأوطان المجاورة كفلسطين وبلاد الشام ومصر هذه الكتب ألفت أو جمعت وصنفت في هذا المتحف من سنة 1922 إلى الآن ولكن هناك أيضا باب قبل 1922 في زمن الدولة العثمانية موجود في هذا الجانب وقد جاءت فكرة تأسيس هذا المتحف من الدكتور سعيد التن بهدف حفظ المجهود التربوي عبر العصور حتى لا تتلاشى ذاكرة الأجيال المتعلمة ومجهودات أسلافهم المتحف يحتوي على كتب قيمة وعلى من مؤلفين أيضا قيمين في ذلك الزمان هذه الكتب تحكي ذاكرة وطن وتتحدث عن تراث ثقافي عظيم في المملكة الأردنية الهاشمية وفي البلاد العربية وفي الدولة العثمانية أيضا جزء من هذا التراث هذا التراث له أهميته بالتأكيد لأنه يقارن بين الماضي والحاضر يطلع الباحثين والدارسين والمتمتعين أيضا من يرغب بالتمتع برؤية الماضي ومقارنته بالحاضر يطلعهم على ذلك التراث إضافة إلى أنه يستفيد منه في التأليف اللاحق أحيانا فكثير من زارونا في هذا المتحف قدموا رسائل الماجستير ورسائل للدكتوراه استفادوا منها الجيل الحالي وأيضا في داخل الدول العربية الأخرى وحتى في بعض الدول الأجنبية في كل قسم من أقسام المتحف وكل من يمر به سيتذكر لمحالة الكتب التي درس بها في مجالات غنية بالمعرفة لكي يكون الماضي حاضرا وللمسج بين الأصالة والمعاصرة بالتأكيد المواطن ما هو الدارسين التي تحدثت عنهم والباحثين هم مواطنين بالتأكيد وأنا لا أرغب أن أسميهم مواطنين أكثر مما أن أسميهم قادمين إلى هذا المتحف أو زائرين بشكل عام لأنه ليس هناك هوية لمن يزور المتحف فيزوره الصغير والكبير الطالب المعلم الأجنبي العربي من الدول العربية المجاورة من كل أنحاء العالم يزورون هذا المتحف حقيقة التحديات التي تواجهنا كثيرة نرغب نحن في هذا المتحف بأن يحافظ هذا المتحف على مكوناته وهذه الكتب كما ستشاهدونها الآن هي كتب كما تشاهدونها هي كتب صفراء قديمة وبالية المظهر الخارجي هذه الكتب تحتاج إلى عناية دائمة وبالتالي كان لابد من ترميمها باستمرار والعناية بها يهتموا الناس بهذا المتحف ويقوموا الناس بزيارة المتحف كما قلت لك سواء من كانوا يرغبون بالدراسة والبحث أو من أرادوا أن يتمتعوا يدخلوا إلى المتحف ويتمتعوا وهناك عندنا وثائق وعندنا شهادات ممكن أن يشاهدوها وعندنا القاعة الهاشمية في الخارج ممكن أن يشاهدوا صور عديدة للهاشميين من بداية الإمارة إلى الآن يتمتعوا بما داخل هذه المتحف وهناك من يزورنا من خارج المملكة الهاشمية وخاصة من تركيا تعديدا لأن هناك الكتب باللغة التركية موجودة لدينا هؤلاء الناس يحترمون ما بداخل هذه الكتب بشكل كبير وأتمنى أن نحترم ما بداخل هذه الكتب مثلهم أيضا في المستقبل فمفتوح هذا المتحف للمواطنين ولكل أطياف المجتمع بزيارته والإطلاع عليه والبحث من خلاله فنحن نقوم بمساعدته وبأي طلب يطلبه منا داخل هذا المتحف يتبع هذا المتحف وزارة التربية والتعليم وهي تزودنا بالكتب القديمة إذا وجدت لديها والحديثة باستمرار تقدمها للمتحف ونصنفها حسب السنوات ما هي موجودة عندنا زي ما أنت شايف من 1999 إلى 1929 40 إلى 50 ومن 30 إلى 40 إلى آخره نصنفها حسب ما تأتينا من مديرية المناهج وهم يهتمون بذلك ويلبون بقدر استطاعتهم ما نحتاجه لهذا المتحف وبالتأكيد طبعا ذراع وزارة التربية والتعليم مديرية تربية الصلط تقوم أيضا بهذا الواجب وتتابعنا باستمرار وتلبي طلباتنا التي نحتاجها للمتحف إذا كان هناك حاجة لدينا كتب قديمة عديدة إذا قلنا من بداية الإمارة فلدينا كتب عديدة يعني تتجاوز المئة في بداية الإمارة لكن هناك ثلاثة أو أربع كتب هي قبل الإمارة في العهد الدولي العثمانية ككتاب العروس البديعة في علم الطبيعة وكتاب حكمة الطبيعة إضافة إلى كتاب أغاني الصبع وكتب أخرى متعددة نحن لدينا خطة مستقبلية لها علاقة بحماية الكتب الداخلية وترميمها وإصلاحها وعملها على ديسكات إلكترونية أو هذه الحافظات الإلكترونية تحافظ على الكتاب من غير أن يفتحها الشخص الكتاب يعني تكون موجودة لدينا على هذه اللوائح الإلكترونية وعلى أجهزة الكمبيوتر يستطيع الشخص أن يشاهدها ويطلع على ما بداخلها دون أن تقلب باستمرار فعملية تقليبها يؤذيها وهذا شيء معروف طبعا للكتب القديمة هذه إحدى الأشياء التي في خطتنا المستقبلية ستة ألاف كتاب ممزوجة بعبق التاريخ موجودة في هذا المكان العريق متحف يتيح فرصة لكل باحث ودارس للمقارنة بين القديم والحديث ويعتبر أيضا فرصة ثمينة لإرجاع علاقة المواطن الأردني لثقافة القراءة فالزمن التربوي له أحكامه ولإبراز بأن خط العلم مستمرا في ذاكرة الوطن وأبنائه أيمن لحمود رؤيا